اليوم الثاني من عمر زغليل اللحم بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك اللهم يبارك اليوم الثالث اليوم الرابع في حياة الزغلول في اليوم الخامس اليوم السادس في حياة الزغليل اللحم بسم الله ما شاء الله اليوم السابع من عمر زغليل اللحم تلات زغليل تحت قص واحد بسم الله ما شاء الله اليوم الثامن من عمر زغليل اللحم بسم الله ما شاء الله بدأ الريش يطلع فيهم اليوم التاسع اليوم الثالث اليوم الثالث اليوم الثالث اليوم الثالث اليوم الثالث اليوم الرابع عشر الثالث اليوم الثالث الثالث اليوم الثالث اليوم الثالث الثالث اليوم الثالث اليوم السابع عشر اليوم التاتسة عشر اليوم العشرين اليوم العشرين اليوم اتنين وعشرين من تحضين تلت زغاليل طبعا الاهالي شلنا البيت بتاعهم علشان يتفرغهم كمان للزغاليل هم عمرهم اتنين وعشرين يوم قلنا نسيبهم لغاية تمانية وعشرين يوم وبالمرة الاهالي تكون بضت بعد عشر تيام كمان فاستفاد بعيش زيادة فبسم الله ما شاء الله ربنا يبارك ويرزق الجميع اليوم الثالث والعشرين اليوم الرابع والعشرين اليوم الخامس والعشرين اليوم السادس والعشرين اليوم السابع والعشرين اليوم السامن والعشرين اليوم التاسع والعشرين اليوم الثلاثين اليوم الثلاثين اليوم الثلاثين اليوم الثلاثة وتلاثين من عمر زغليل اللحم بسم الله ما شاء الله الزغليل كبرت زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله والنتاية حصت اه ده العش التالت تعتبر والزغليل معها اه كانت حصت النتاية دي من عمر سبعتاشر يوم شايفين حنية الحمام الذكر والنتاية الاتنين بيرقودهم على البيضة هو بيحموها والزغليل معهم تلات زغليل محضننهم باسم الله ما شاء الله حجموهم بقى كويس اه لسه ما فطمناهمش الحد دلوقتي ليه لان النتاية كانت حصت وهم عمرهم سبعتاشر يوم فاحنا فضلنا ناخر الحصة اه نحضنه تحت حمام تاني فهو يمكن يوم والاتنين ان شاء الله البيض التاني ويفقس زغليل تانية فيبقى اخدنا منهم تلات عشوش بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك دي الحصوة الاولى اليوم اربعة وتلاتين من عمر زغليل اللحم ونشوف الاهالي لسه الحصوية نفس الحصوية الاولى وهتحصي ان شاء الله بكرة الحصوية التانية وبكرة ان شاء الله نشوف برضو يكون الزغليل اللي هي فأسة بتاع البيض اللي احنا اخدناه حضناه هنشوفه برضو بكرة ان شاء الله اليوم خمسة وتلاتين من عمر الثلاث زغليل اللحم اللي احنا حضناهم تحت القص ده اه القص ده تاني بعض البيضة التانية بسم الله ما شاء الله في اليوم خمسة وتلاتين يا جماعة طبعا اه كان في بطين نبيضهم قبل كده اه والزغليل ده عمرها سبعتاشر يوم الوقت عمرهم خمسة وتلاتين يوم هنشوف البيض اللي انا خدته من تأمينهم والزغليل ده عمرها سبعتاشر يوم حضمته تحت قص تاني اه الزغليل ده فأست دلوقتي وهنشوفها تحت القص التاني دي الزغليل اللي فأست اللي هم بتوع القص هنشيلهم نشل نشوفهم يبقى كده خدنا العش الكبير ده الزغليل الكبيرة دي عمرهم خمسة وتلاتين يوم والزغليل الزغيرة دي لسه فأسيني النهاردة من اول يوم وفي نفس الوقت اخواتهم الحصة ده شفت ازاي خدنا منهم كده بالطريقة دي في خمسة وتلاتين يوم تلات عشوش خمسة وتلاتين يوم زغليل زغليل عمر خمسة وتلاتين يوم زغليل لسه فأسة حصة لسه البيرة التانية متباضة النهاردة. بسم الله ما شاء الله اهو. طيب هنرجع الوقت الزغليل دي للقص اللي متحضنين تحته. اهو رجعناهم النتاية المستنياهم. طبعا هي اللي محضناهم من البداية وهي دلوقتي تعتبر امهم. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. طيب كده نقول ايه كفاية على الزغليل دي بقى عمر كده خمسة وتلاتين يوم ده اللي عناهم كتير نفطومهم بقى يعتمدوا على نفسهم. هم الحمد لله بيأكلهم لوحدهم. نشوف بسم الله ما شاء الله الزغليل احجان محترمة بسم الله ما شاء الله زغليل محترمة احجان محترمة. اللاحم نفطومهم بقى نقول له روح بقى اعتمد على نفسك. نسيبه مع الحمام يتعود على المكان وياكل لوحده ويعتمد على نفسه. بسم الله ما شاء الله تلات زغليل احلى من بعد يا جمعة. مش عشان تلاتة يعني هم ممكن خدوا وقت شوية لكن حجمهم مش مؤثرين في اي حاجة. بسم الله ما شاء الله. الزغلول الثالت علشان الاهالي تتفرغ للحصة الجديد. مش عايز تفتم. خلاص بقى تعالى في فعلت كده. ايوة. بسم الله ما شاء الله. كده القص يكمل على الحصويتين بتوع. واشوفكم في فيديوهات قادمة بازن الله. لو عجبك الفيديو عمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.